عندي دقيقتين فقط أريد أن أسألك فيها سؤال مهم جئت أنا منذ قليل من محاضرة فيها كبار مجموعة من كبار المفكرين السياسيين السودانيين طرحوا حلاً أو حلاً مبدئياً للمشكلة السودانية وقالوا بأن مبدئياً إذا أراد السودانيون أن يجتمعوا فعليهم أن لا يجتمعوا في الرياض ولا في إغاد ولا في القاهرة ولا في أمريكا ولا في باريس عليهم أن يجتمعوا في أرض سودانية وحوار سوداني سوداني لإنهار هذه الحرب برأيك هل هذا حل واقعي؟ برأيك هل هذا حل واقعي؟ إنت عارف أخ عامر يعني حوار السوداني السوداني من؟ آي ما أقول لك هو طبعا الفكر العنوان الكبير صحيح لكن بفتكر وده أصلا غيره ما يحصل الحل المشكلة لكن القاري والمتابع للواقع السياسي السوداني فهذا على الأقل في مدى المنظور لن يتحقق لسبب أساسي إن الحرب دي قامت عشان شنو؟ قيام الحرب دي اللي هي بسبب الإقصاء وديه الإقصادة واحدة من القيم الراسخة في داخل كل القوى السودانية أي جهة من غير استثناء يمين على يسار يمين على يسار إنه يا هو الحاكم يلقبت البلد بهذه الصورة والإطاري الاتفاق الإطاري كان أصلا الهدف الأساسي بتاعه إقصاء كل هذه القوى ويعني استخدام قوى اليسار أو قوى الحرية والتغيير للحكم فطالما هذا الإقصاء وقل لك دعنا أقول لك يا أخ عامر الصراع الصفري بين الإسلاميين واليساريين هو الذي يدفع ثمن الشعب السوداني هذه الحقيقة نعم فلولا هذه المثلة على الرغم منه مجمع من العقلاء بدوا يطرحوا هذه المثلة يعني يمكن يكون من الإسلاميين مثلا غاضي صلاح الدين حتى يعني كمية من العقلاء يعني كمية من لا يدري أدخل بالإسلامي لكن على لك كمية من العقلاء الإسلاميين يعني قدموا هذا الطرح من اليساريين على رأسهم الشفح خضر كان شيوعي وطلع من الشيوعي يعني يمكن يكون في هذا الاتجاه حتى يمكن يكون في بداية هذه المثلة الشفح خضر كان قدم ندوة في يامعة الأسهري تكلم أنه لا بد أن تحدث مساومة أنا طبعا كنت احترطت على كلمة مساومة إنه مساومة بين الإسلاميين وبين اليساريين لكي يتم نينها هذا الصراع والمثلة دي كانت قبل الحرابة والتي هي فيما يتعلق بالإطاري فحسب الفكرة هي بالتأكيد التي تقود السودان لكن إن فاز كيف طالما هذه المجموعة أو على لقل المجموعات الآن التي تقود هذه الأحزاب والكتر السياسية هذه المثلة لن تتحقق لذلك أقول لك هل هي واقعية أو لا؟ غير واقعية طبعا غير واقعية لأنها لا تقرى الواقع الموجودة الآن لا تقرى الواقع الآن لكن هي الحل إذا حصل اختراق حصل اختراق لليساريين وليمينيين مع بعض وإنه انقبلوا يقعدوا مع بعض وتحصل تنازلات من هنا وإنه مستبعد أستاذ دكتور خالد حسين الوضع السوداني كبير ويحتاج إلى نقاش معمق إلى حلقات جديدة دكتور خالد حسين المحلل السياسية السودانية أشكرك بشدة على تواجمي في هذا أشكرك على كل هذه يا فدد شكراً لك شكراً لكم وصولاً إليكم بنهاية ملفز السوداني جئنا إلى ناتذي الحلقة من في المنتصف في الحلقة جديدة نتابع كل ما هو جديد في العالم العربي والإسلامي أنا عامر ملكي وحيكم دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة